افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي الدورة الثالثة من معرض تراثون للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي تفقد قاعات واجنحة المعرض الذي يعقد بمشاركة 1500 عارض بالاضافة الى مشاركة بعض الدول الشقيقة كالامارات والاردن والسودان وذلك في اطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب وقد تبادل رئيس السيسي الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة واستمع الى اقتراحاتهم وافكارهم ووجه بتقديم كافة التسهيلات ودعم لهم وتدليل اي عقبات تواجه انشطتهم لتعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة وذلك في اطار دعم الدولة للشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز اليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها الى الاسواق اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان مشروع حضائق الفصطات يرتكز على تصميم حديقة عامة تكون لها اطلالة على عدد من المواقع والمعالم الاثرية والتاريخية جاء ذلك خلال جولة لمدبولي بمنطقة مصر القديمة لمتابعة بدء اعمال مشروع حضائق الفصطات واضاف مدبولي ان هذا المشروع العملاق من شأنه العمل على احياء اول عاصمة اسلامية في افريقيا والحفاظ على الاعمارة الاسلامية الخالدة بها لتصبح مدينة الفصطات متحفا مفتوحا امام الزائرين من جميع انحاء العالم وخلال الجولة بمشروع حضائق الفصطات تفقد مدبولي منطقة التلال التي سيتم تشيدها بالمشروع لتصبح تلالا خضراء تزين بمظهرها الجمالي المشروع فضلا عن تفقد الاعمال التي يتم تنفيذها بمشروع تطوير ساحة مسجد عمر بن العاص في العراق يواصل الناخبون التصويت في الانتخابات التشريعية وشهدت الساعات الاولى من فتح باب الاقتراع مشاركة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الانتخابات مصطفى الكاظمي ودع القادم العراقيين للتصويت بكثافة واختيار من يرونه مناسب لمستقبلهم مؤكدا ان الحكومة نجحت في انجاز الانتخابات المبكرة مشددا على ان هذه هي فرصة العراقيين للانتقال ببلدهم الى مصاف الدول المتقدمة اعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 611 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفارس الى 262 654 حالة واوضحت الوزارة في بيانها اليومي انه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت ايجابية تحليلها معمليا للفارس ووفاة 39 حالة جديدة اعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6153 اصابة جديدة بفارس كورونا مما يرفع العدد الاجمالي للاصابات في البلاد منذ بدء الجائحة الى 3 720 545 اصابة واشرت الوزارة في بيانها اليومي الى تسجيل 348 وفاة بالفارس لترتفع خصيلة الوفيات الى 281 958 حالة توجى البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف ببيجرامي بطولة ميستر اوليمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي واحرز بيجرامي اللقب بعد منافسة شرسة مع الامريكي براندن كوري حيث تصدر الجولة الاولى التي اقمت فجر اليوم في مركز اورنج كاونتي للمؤتمرات في مدينة اولاندو بولاية سلورد الامريكية والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول منهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى الذين فشلوا في التأهل للجولة الختامية وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الى مدينة بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي الاثنين المقبل ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم 2022 وتضم بعثة المنتخب الوطني جميع اعضاء الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش وقائمة اللاعبين الاربع والعشرين المخترين للقاء ويتصدر الفراعين ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل بفرق نقطة واحدة امام ليبيا اشتركوا في القناة